السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم بقال في خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة لسالة التركية لحنا شايفينها دي مع بعض هنشوف النهاردة بتها عامل ازاي وهنشوف كمان حياتها الاسرية وهنشوف كمان طريقة تنظيمها للصفرة بتاعتها هي مشهورة هناك جدا يعني بشكل الصفرة بتاعتها يعني معنا اصح كده يعني الشياكة قوي وشكلها حلو يفتح النفس هنا هنشوف تقدمتها كده للاكل عامل ازاي طبعا بقى الاكل بتاعهم بسيط جدا زي ما احنا شايفين يعامل ورق العنب والجلاش والفطير والحاجات البسيطة دي بس شايفين بقى شكل تقدمها للاكل عامل ازاي عامل طبعا اللي حب يسرب عصير واللي حب يشرب مثلا شاي مع الاكل كل واحد حسب طلباته يعني ده طبعا الفطار شفنا مع بعض في الاول غدا وده كمان فطار شايفين بقى شكل الصفرة عامل ازاي مع الاباق بقى مع التنسيقات الهيلة جدا هي طبعا مشهورة هناك بحسن يعني تقدمها للحاجة هنكمل طبعا لسا الفيديو مع بعض وهنشوف كمان الاشكال المختلفة بتاعتها للصفرة النهاردة وهنشوف كمان حياتها الاسرية وهنشوف كمان صور فراحة في اخر الفيديو هنكمل الفيديو مع بعض ونشوف كل التجهيزات الحلوة دي مع بعض هنا كمان بتورينا بعد الغداء ممكن تعمل ايه بقى تنسيقاتها برضو في الصفرة وكده وهنا كمان كيتفرح فبتورينا استيل العباية اللي هي كيتلابساها وهنا كمان ده زوجها بقى وهنشوف كمان هي معاها بنوتة زي الامر اللي هنشوفناها في بداية الفيديو ولسا كمان هنشوف صورها العائلية مع بعض دلوقتي وهنشوف كمان صور فراحة زي ما قلت لكم هنشوف بقى دلوقتي مع بعض كمان بقيت الصور بتاعتها الخاصة بحياتها الزوجية والمطبخ بتاعها وكل حاجة مع بعض هنا بقى كمان دخلنا كيتعامل هنا مفاجأة لزوجها وكان جايب لها بقيف ورد مفاجأة هي كمان كربية تفاجأة بتورتها صغيرة هنا بقى كمان شايفين شكل الصفرة بتاعتها بقى والتنصيق بتاعت الصفرة وشكل الأطباق قد ايه بيكون شكلها حلو جدا ويفتح النفس ده ما قلت لكم طبعا كل الأكلات بتبقى يعني حاجات أجبان ووزاتون والحاجات البسيطة دي بس طبعا شكل تقديم الصفر هو اللي بيفرق هنا كمان بقى بتورينا المدينة اللي هي عايشة فيها قد ايه شكلها حلو بتقول طبعا في البرد بقى اللي احنا فيه ده شكل المدينة من فوق حلو جدا بتورينا كمان مطة الجبنة بقى وهي قاعدة كده على المنظر الحلو ده كده في مطعم ما يعني بتقول شايفين بقى شكل المدينة اللي هي عايشة فيها من فوق شكلها قد ايه حلو جدا وسط الجبال بقى والبحر وكده من فوق شكلها حلو قد ايه طبعا اخ ديانك كده في الخروجات بتاعتها حينها بادة خلنا بها على الصور الحلوة جدا يعني بجد كل الصور دي مش عايزة كتفوتهم منها ولا صورها كلها حلوة جدا دي طبعا ايه اول حاجة حبيت ابدأ معاكم كده بالصور الخاصة فراحة قد ايه طبعا كانت ما شاء الله زي الامر وهنشوف كمان شكل اللي بتاع الفستان بتاعها كان قد ايه شكله حلو ومحترم جدا يعني الفستان بتاعها قد ايه كان شكله حلو كده وبسيط هو سيمبل طبعا جدا وكمان شكله قد ايه قيم وحلو في نفس الوقت طبعا كل الصور الجاية دي صور خاصة فراحة وبعد كده برضو كمان هنشوف صور خاصة بيها هيا في خروجاتها مع بانوتيتها ومع زوجها وكده صور حلوة جدا الصورة الجاية دي بقى من السبوع بتاع بانوتيتها هنا كمان بقى دي صور خاصة بقى بالخروجات بتاع بتاعتهم بقى والفصح بتاعتهم وكده انا حبيت ادخل في الفيديو بتاعي النهاردة كم صورة كده حلوين لها لو وصلتوا هنا للفيديو ما تنزوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان نسألكو كل جديد بالفيديوهات اللي انا بنزلها وفيه ناس كتير جدا بتتفرج على الفيديو ما بتحطش لايكات وفيه ناس اكتر بتتفرج على الفيديو وما بيشتركوش في القناة هنكمل طبعا الفيديو ونشوف كمان بقيت الصور الخاصة بيها وكده وقتنا طبعا فيديو النهاردة يكون عند حسن اظنوكم طبعا دي كلها بقى صيلات لبس خاصة بيها كمان يعني طبعا هي جسمها اللي هو يعني مش آآ رفاية على ايه وزنها ملين شوية بس طبعا تنسكها في اللبس هيل جدا عشان طبعا فيه ناس كتير بتحب تشوف كمان الصيلات اللبس دي فانا حبيت يعني ارض جمال الازواء نجي طبعا بقى صور مع بلنوتتها لو وصلتوا لهنا للفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة